بصوا معا كده عندي يا سادس. فاحنا قلنا كده عندي ايه? احنا قلنا كنترول الت زد اللي هي اندوه. كويس? طب وكنترول شفت زد اللي هي ردو. وقلنا ان البرنامج هيسجل كم خطوة? البرنامج هيسجل كده عندي. كم خطوة? عشرين خطوة. طب يا مش مهندس. انا عايز البرنامج يسجل اكتر من عشرين خطوة. البرنامج عايز يسجل اكتر من عشرين خطوة. من اين باي كده عندي? من اعدادات البرنامج من جوه. تزود عدد الخطوات اللي بيسجيلها البرنامج. بس زي ما قلت لك. دي محتاجة كده عندي ايه? دي محتاجة برنامج جهاز يكون قوي. رماته كتيرة. من اين? من ايدت. بريفرانس. جينرال. من ايدت. بريفرانس جينرال. يبقى طريقة تزويد خطوات. كويس التراجع بتاعة البرنامج. جينرال كده عنده. كويس? بصوا معي باقي كده عندي. طيب تعال لي باقي كده مع بعض كده عندي فين 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 على معتقد في performance. في performance. هي. في performance. يبقى انت ممكن تعملها كده عندي على طول من ايدت. بريفرانس برفورمانس. برفورمانس كده عنده. الهيستوري ستيت. الهيستوري ستيت كده عنده. ادي خمسين خطوة. رجعني خمسين خطوة. رجعني خمسين خطوة. كويس? رجعني خمسين خطوة كده عنده. ميت خطوة. ميتين خطوة. طيب ميت خطوة براحة. زود عدد الخطوات منه. اهو. بس شو بيقولك ايه? لو زودت عدد الخطوات بتاعتك. عدد الخطوات بتاعتك. هيبتدي ان هو يعمل لك كده عندي ايه? هيبتدي ان هو يأثر على الجهاز بتاعك. اهو. شوف الملاحظة تحتك. بيقولك كده عندي ايه? كويس? اه اه ازا اكتومايز مش عارف ايه? ان انت من الاخر اخسرنا الزلة دي ان هو عايزووتها الخمسين. فخلي بالك بقى من الحتة دي. خلي بالك من الحتة دي. لو عملنا اوكي. انا خليتها خمسين. خليتها خمسين. يا طرى بقى هيرجعنا كده عندي كنترول والت زيت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اتناشة ترتاشة بعتاشة خمسة ستاشة سبعتاشة ترتاشة سعبتاشر عشري. لكن لسه واقف. ما سجلش. معلش. تعال نمسح بس شوية دو. نمسحهم بس كده وعملوا منكم مرة انا. تعال اعدي لك كده عندي اوه. تعال كده عندي. اواري لك الترجوع بتاع الخطوة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اتناشر ترتاشر بعتاشر خمسة ستاعة ستاعتاشر ستاعتاشر عشري. واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين بعة وعشرين خبسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تبانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتية اتنين وتلاتية تلاتية خمسة وتلاتية ستاعتين ستاعتين سبعة تلاتية تمانية وتلاتية تسعة وتلاتية اربية واحدة واربين اتنين واربين تلاتة واربين اربعة واربين خمسة واربين كفاية. كونترول واحد اتنين تلاتة بعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد اتناش 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 اتنا واربعين خطوة. هو لازم عشان اطلع الخمس واربعين خطوة قدام اعود ارجع بالخمس واربعين خطوة. هو اطلع بالخمس واربعين خطوة. عند القيمة جميلة نوت اسناه. دول الخطوات دول الخمسين خطوة. اللي انا اترجعتي فيه. والسماعية طلعتهم كلهم مرة واحدة. كلهم مرة واحدة. كلهم مرة واحدة. طلعتهم كلهم مرة واحدة كده. او. يبقى دي الخطوات بتاعتك كده عندي. طب رجعتهم كلهم مرات. اهو. كل دول رجعتهم مرات. رجعتهم مرات. طلعتهم مرات. يبقى من هيستوري. يعني ما ترجع خطوة خطوة. يعني كنترول كنترول زد. يرجع خطوة واحدة. كنترول زد. مع كل ضغطة زد بيرجعلك خطوة. كنترول شفت زد. الردوء بيرجعلك بيزود لخطوة خطوة. كويس. والهيستوري بترجعك مجموعة خطوات مرة واحدة. مجموعة خطوات. طب لو عايز ارجع لأول حالة فتحت ثان ملف. النوطة البيضة دي. رجعك لأول حاجة عندي الملف. والملف لسه مفتوح كده عندي ايه? بج روانده عليه افل. بج روانده عليه افل. بج روانده عليه افل. اهوة كده عندي. كويس? طيب. رجعت تاني. زهرت كل الحاجات بتاعت المرة. يعني يعني بصي. العلامة البيضة داية. العلامة البيضة داية كده عندي. يا ايه. لو ضغطت هنا. انا كأنني لسه فتح الفايل جديد. اول حالة فتحت فيها الملف بتاعك. لسه الملف بتاعك لسه جديد خاص. لقيت كل الخطوات بتاعتك. رجعت الملف اول حالة كان فيها الملف. وده ما ينفعش استخدمه بعد مدمج الملفات. لا ينفع. ينفع استخدمه لو لو هو متسجل خطوات كده عندي. لو الخطوات بتاع الدمج الملفات كانت موجودة هنا. يعني بص كده معي. بصوا معي كده عندي. تعال نمسح اللير دي. بصوا لو مسحت اللير دي. سجلك او. قال لك دليت لير. في ليرت اتشالت كده عندي. طيب. تعال دلوقات كده مع بعض. بصوا معي. انا دمجت الملفات اللي عملت كنترول اي. دمج. قال لك ميرج لير. تسجلي تاك. وجيت جنبها عملت كام خطوة? عملت مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتشار. عملت اتناشة خطوة. طب ما انا ممكن ارجع للميرج على طول اي. للميرج. طب لو جيت كده عندي على دليت لير. اتفكت ضغط كده عندي على طول. لجيت الميرج كده عندي. لجيت الميرج. عادي. لا انا افكت الملفات بعد ما عملت دمج. لو فكت الملفات. بص بص. لو عملت. لو عدت خطوات الهيستوري. عدت خطوات الهيستوري. خلاص انت انت عندك مسبوحنك بعشرين خطوة تهيستوري. عملت واحد وعشرين خطوة او اتنين وعشرين خطوة بعد ما دمجت الملفات. لا شكرا مش هتعرف ترجع مرة تانية. مش هعرف ارجع مرة تانية. مش هعرف ارجع مرة تانية. خلاص انتهي. على حسب عدد خطوات اللي انت ضابط في البردمج بتاعك. انت عملت كم خطوة بعد بدمجت الملفات بتاعتك? وصلت? وصلت الحتة دي. طيب جميل. طب تعال دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه? تعال دلوقتي كده مع بعض يبقى انا كده خدت كده عندي. حتة دمج الملفات والهيستري والالوان بتاعتنا وديني تمامتنا. طب تعال بقى ناخد كده عندي اول اداة النهاردة اول اداة اللي هي اداة المفتول. على فكرة. احنا لسه في اول اسبوع صح? احنا فضل لنا يوم الخميس. ايه لغات يعني فضل لنا بكرة التلات ويوم الاربع. ان شاء الله يوم الاربع. ان شاء الله يوم الاربع هتبتدوا ان انتوا تطلعوا شغلي او 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 يوم الحد اللي جاي. يوم الحد اللي جاي هنبتد نطلع شغلة بشهنس هتبتدوا تطلعوا شغل وما تقلوش. ما تقلوش. هتبتلو تطلع شغل. بس واحدة واحدة معي. البرنامج كبير. وانت شايفين انا بغطي كل حياة في البرنامج. وبجيب لك الحياة من اكتر من مكان. بتسايب لك حتة في البرنامج كده عندي. ليه? انت انت هنا بتدرس من الصفر للاحتراف. بتاخد الحاجة من اكتر من كل الاماكن بتاعتك. تجيبها ازاي وتعملها ازاي وتعمل كل حياة فيها. طيب. بصوا بقى معايا كده عندي يا باش مونزي. يبقى كده عندي ايه? ادي كده عندي التلاتة لير كده عندهم. ادي التلاتة لير بتوع. ادي التلاتة لير. تعال بقى ناخد كده عندي اول اداة كده عندي. اللي هي اداة احنا خدنا الالوان. تعال ندخل بقى على اول اداة من ادوات الفوتوشوب. كويس. لما يكون عندك ليرات كده عندي. اللي هي اداة المفتو. اداة المفتو. اللي هي كده عندي اداة مين? اداة التحريك كده عندي. اداة المفتول. اداة. الموف. أو أداة التحريك أداة المفطول أو أداة مين؟ أو أداة التحريك كده عندي أيا إيه كده عندي أداة المفطول أو أداة التحريك كده عندي م Passat من إسمها هي عبارة عن أداة تقوم بتحريك عناصر الملف إبعادة المفطول وهي عبارة عن أداة تقوم بتحريك عناصر الملف عناصر الملف كده عندي يعني إيه يعني إيه عناصر الملف يعني محتوى اللير من اسمها من اسمها أمسك اللير دي وحرك أقف على اللير دي كذلك أداية أمسكتها وحرك طب أقف على اللير الخضر دي أمسكها وحرك أقف على اللير الحمر دي أمسكها وحرك جميلة هم أدي لير تحركت وأدي لير تحركت وأدي لير تحركت طب باش مهندس مش مهندس انت دلوقتي بتيجي تمسك اللي أزرق منه أنا مين اللي بتحرك أنا عايز أمسك أحرك المربع الأحمر ده أهي جهة أضغطي يتحرك المسلس ايبا 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 ايب ودايخ فيهم كده عند هوبا. لما يكون عندما يريد كoire اعمل ايه؟ ودعا يطلع عينيه كده عندي? لا مش رايطلع عينيه كده عندي. اه في صوت ياسارة. اطلاعي ودخولي ياسارة. اطلاعي ودخلي. بصوا معا كده عندي. يبقى انا لو اعدت كده عندي. اعدت كده اداة المفتول كده عندي. احرك بقى امسك الله. واحركها مش هخلص. في عندي ايه بقى كده عندي? قلتلك الاداة? الاداة. ما تباش اداة من غير الخصائص بتاعتك. اول خاصية كده عندي اسمها الوتو سيليكت. لما اتفعل الوتو سيليكت دي. ايه بقى الوتو سيليكت دي كده عندي? وهي عبارة عن الخاصية عن الخاصية اللي بتبتدي انها تخليني اعمل سليكت على اللير بتاعة الشكل من التصميم على طول مش انا عايز احرك المسلس اضغط كده على المسلس وافع المسلس واضغط عملت السليكت على ميه على اللير كده اضغط على الدايرة اعمل السليكت على الدايرة اضغط على المربع اعمل السليكت على المربع اضغط وحرك يتحرك على طول اضغط وحرك حرك على طول اضغط وحرك حرك على كله يبقى مش محتاجة ان انت تتعلم على الليارات هنا يبقى خصية اوتو سيليكت اللي فوق دي اكتب معي بقى كده خصية اوتو سيليكت المفروض تكتبوا الكلام ده كله ورايا يا سدس معاك ورقة تروح معاك كتب المفتول اوتو سيليكت يبقى هي عبارة عن خصية هتبتدي او او ابتدي اقولك حاجة لو مش عايز تكتب يا سيد دلوقتي ابتدي اسمع المخاضرة ويمسك بقى الكراسة بتاعتك وورقة ويكتب كده ورقة ورقة اللي اللي انا بكتبه انت بتدرس مش عايز تبع منصمم محترف مش عايز تطلع بعد شهر ونص تطلع تشتغل انت عايز بعد شهر ونص تشتغل صح اكتب وراي اللي انا بقول ولو ما طلعتش بعد شهر ونص اشتغلت بتعالي اقولي يا بشواني انا مش عارف اشتغل بتعالي اقولي انا مش عارف اشتغل بتعالي انا مش عارف اشتغل كويس فزي ما قلت لك خلص المحاضرة بتاعتك قعد ذاكي يمسك الراسة ويكتفيها طيب بص يا سادس يبلغو تسليكت هتمكن أداة المفتول إنها تختار الليل على طوله وتحرك طيب كان عندنا كان عندنا اللي هو كان اسمه زعل مننا لما أنا ما جاوبتوش رح طالع من المحاضرة ايه بقى كان بيسألني سؤال وأنا وعايزنا نطل من نص المحاضرة أنطل على السؤال بتاعه أنا دلوقتي عملت عملت اللي يردي جروب عملت الأشكال دي هي جروب عملت الأشكال دي جروب كده عن كنترول جي كنترول جي كده عنده طيب بص يا سادس أنا لو جيت حركت المسلس كده عن ما ده الجروب صح لو جيت حركت كده عندي بتحرك الجروب بالكامل أنت عارفين ليه بتحرك الجروب بالكامل لأن أنا مختار هنا أنا قلت له ولما تختار من هنا حركت للجروب حركت للجروب طيب لا ده أنا عايز أحرك عناصر الجروب بص الأشكال في جروب مش في جروب ما ليش دعوة أنا عايز أحركهم ليرات أختار لي من هنا كلمة لير أهي حتى وهي في جروب هتتحرك ليرات مع أنها في جروب لكن أنت قلت له لا أنت يا أداء أنت بتستغلم على ليرات تجاهل الجروب لو العناصر اللي موجودة دي في جروب حتى تجاهل الجروب طيب عايز أرجحها جروب تاني رجحها جروب حركتها باتتحركوا مع بعض طيب أنا عندي قولي يا أمير قولي يا أمير قولي يا أمير 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 أنت عامل ريز هاند إضغط على المايكو التكلف هلو أيها سامعك يا أمير طيب ما عليش أنا أسف للمواطعة ما عليش الله يخليك يا بشوانت هو أنا بس يعني فيه أكيد فيه من اللي حاضرين من الزمل اللي حاضرين معنا ما فيش حد يعني ممكن فيش حد عنده جهاز أو أو قاعد على جهاز أنا كنت أفضل أن كل واحد يبقى مع الجهاز بتاعه ويطبق عملي هو يعني شغل بيده فأنا هسازن حالك بس يعني لأن أنا دلوقتي أنا محتار أنا عايز حد أجيب جهاز أشتغل عليه في البيت بس أنا مش عارف المواصفات اللي هبدأ بيها اللي الجهاز اللي أنا هجيب ومواصفاته إيه حالك يا ريت تقول لي مثلا طيب بص يعني انت عايز نسألي على مواصفات الجهاز انت عايز نسألي على مواصفات الجهاز بدخل معايا كده بعض المحاضرة على الواتس كويس قلعت لي وقل لي والله إمكانياتك إيه وأنا حقول لك لأن في حدي تاني برضو زميل تاني سألني وأنا قلت له بعض المحاضرة حجوا فأنا حقول لك إمكانيات الجهاز على حسب فلوسك حقول لك طب يعمل كذا طب خلي كذا طب الشير كذا هنصحك وانت حر بس أنا حنصحك في حدود إمكانياتك نشيره حي كويس ماشي؟ طيب تمام شكرا شكرا طيب تعال دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي إيه تعال دلوقتي كده مع بعض كده عندي كالتالي يبقى دي كده قوتو سيلكت وقعد كده عندي حتة مين حتة الجروب كده عنده طيب أنا عرفت قوتو سيلكت وعندي جروب طيب يبقى أول حاجة أداة المفتوق بتحرك أداة تستخدم تحريك عناصر اللير سواء كانت ليرات سواء كانت سواء كانت إيه سواء كانت جروبات يا إما شغالها جروبات يا إما شغالها ليرات آه يبقى عبارة عن أداة تستخدم تحريك عناصر الملف أو محتوى اللي هي المحتوى بتاع اللير سواء كانت عندي سواء كانت لير أو كانت جروب طيب ايه بقى عند الحياة التانية هي عبارة عن اداة تستخدم لتكبير وتصغير محتويات الليقر تستخدم لتكبير وتصغير محتويات الليقر ازاي بقى كده عندي انا دلوقتي كده عندي طلع علي الكلام ده من الجروب مش عايزين جروب خلاص مش محتوي انا دلوقتي واقف على المسلس كده عنده عايز اكبر المسلس اكبر حجمه اكبر مساحك قول اول الفوتوشوب بتعمل بي لجوهات الفوتوشوب بتعمل بي لجوهات بتعمل بي لجوهات يا ايات بس لسه لما نتعلم البرنامج هقلمك ازاي تعمل لجوهات ماشي يا ايات طيب بصوا مع بعض كده عندي يا ساد يبانا دلوقتي كده مع بعري كده عندي ايه يبانا دلوقتي كده عندي انا عايز ان انا اكبر وصغر المسلس ده شايفين العلامة ده اللي اسمها الشوت ترانسفورم الشوت ترانسفورم كده عندي لو ضغطت عليها طلع لي بصوا طلع لي الاشكال اللي فوق ده طب اقف بقى على اي شكل اقف على الركن كده عندي وشدي واسحب بس بصوا ملاحظة بقى كده عندي لو انت حضرتك لو انت حضرتك حتكبر وتصغر الشكل يتم تكبير وتصغير الاشكال من الاركان من الاركان من اركان الشكل محدش يكبر من هنا محدش يكبر من هنا كويس ساعة ما كان الناس متحنر معايا كنت بقولهم اللي حشوفه بيكبر من هنا ولا بيكبر من هنا والله اللي خطب البنية على دماغه اخلي دماغه تنزق في جسمه ليه بقى كده عندي لان ما فيش مصمم بيكبر يكبر وشغل الاشكال من هنا من هنا وانت ضغط على مفتاح الشفت ليه عشان المحافظة على ابعاد النسب ما بين الطول والعرض يعني من الركن تخط يدك على الشفت وتشد وتسحب يكبر ويصغر بنفس النسب ما بين الطول والعرض بيك لو حضرتك بقى عملت نفسك محترف وشدتلي من فوق انت مطت الشكل منزلت تحت مطت الشكل خليتي شكل تخي خليتي شكل رفاية لأ لما بتكبر وتصغر لما بتكبر وتصغر بتكبر وتصغر من الأركان مع الضغط على مفتاح الشفت اهو مع الضغط على مفتاح الشفت مع الضغط على مفتاح الشفت وبعد كده تضغط علامة الصحة اللي اهو علامة الصحة اللي اهو علامة الصحة اللي اهو اهو يبقى انا كبرت وصغرت مع الضغط على علامة اتنين على علامة الصحة كده علامة اهي يبقى انا كده كبرت شو ترانسفورم طب عايزة ألغي بقى الكلام ده عايزة لكي الكلام ده شير علامة دي الصديقة تفضل ظهرة معاك كل ما تبسك حتى تلاقي كده ظهر التكبير والتصغير بتاعها فممكن تزهائك الحركة دي تضغط على المربع زيالك التكبير والتصغير هنا زيالك التكبير والتصغير فحيطة الترانسفورم دي لو ظهرة ممكن تزهائك طب لو أنا عايز أظهرها من غير ما تزهر من هنا في اختصار ليها كده عندي الاختصار بتاعها اللي هو كده عندي control وحرف T في الكبورت اللي هو شو ترانسفورم وقف على layer وضغط control وT وكبر وصغر من أركان أهو كبر وصغر من أركان لو شفت لو شفت بص كده معاي ركز بقى في الحتة اللي جاية دي قوي ركز بقى في اللي جاية دي في اللي جاية دي أنا دلوقتي كده لو أنا دلوقتي ده غطت شفت شايفيني النقطة اللي بيكبر ويصغر منها شكل محور رتكاز الشكل فين اهو. حتة ده. ده محور ارتكاز الشكل. التكبير والتصغير بيتم بناء على النقطة ده. اهو. دي دايما سبت. الشكل كله يكبر ويصغر بناء على النقطة دي. محور ارتكاز الشكل ده. طب لا انا مش عايز كده. وما انت عايز ايه? انا عايز اكبره واصغره بناء على نص الشكل. اضغط التوشفت. شايفيني الشكل بيكبر ويصغر بناء على ايه? نص الشكل. التوشفت. التوشفت. كل دي اختصارات اختصارات مهم. اختصارات اختصارات مهم. ركز عليها بالله عليك. لو ضغطت على شفت بس. مكبر وصغر من هنا يبقى نقطة الارتكاز المقابلة ليه. اهي. نقطة المرتكاز اللي هتبقى المقابلة ليه. اهي. اهي. طب لو جيت في الركن ده يبقى نقطة الارتكاز ده ايه. اهي. اهي. طب لو جيت من هنا يبقى نقطة الارتكاز ده ايه. اهي. طب لو عايز نقطة الارتكاز هي نص الشكل. التوشفت. تكبير وتصغير كده انت. نقطة الارتكاز هي نص الشكل. اهي. نص الشكل نص الشكل. طب جميع بعد ما خلصت بعد ما خلصت اعمل ايه كده عندي? طب لو ما ضغطتش على شفت هيحصل ايه? هتبقى بتكبر وتصغر خر الحركة يا علي وعتودي نفسك ورا الشمس هتودي نفسك ورا الشمس الشكل بتاعك حيبباين على انه هو مبطط يعني تخيل بقى ان انت كده ايه بتعمل تصنيم لعريس ولا عروس تروح جايب العروسة دي العروسة هي وشديتها من جنب بدل ما هي وزنها خمسين كيلو خليتها زي الفيل شديتها جبتها زي الفيل كده عنده هتو تروح جاية نطة ماسكة في ريابتك موتاك بيقول لي مارين بتقول لي لما بعمل الحاجات دي في اصدار الفين وعلى الشيء مختلف مختلف وبتطلع حاجات تانية ايه اللي بيطلع عندك حاجات تانية كده عندي يا مارين ايه اللي بيطلع عندك حاجات تانية شمهندس يعني مثلا لما بعمل بيعمل بيشد دلع واحد او كده لما بعمل شفت بس بيعمل أو بيعمل أو بيعمل ضغط للشكل لكنه انا مش عاملة حاجة خالص بيكبر وبيصغر عادي طب اقول لك حاجة اتلاقي عندك اتلاقي عندك في الاختصارات من فوقنا هوا كويس عندك في الاختصارات ناو اتلاقي في حاجة تانية كده عندك حاس ما كونسترين حاس ما مش عارف ايه كونسترين ايه محافظة على بعد الشكل في عند في عند بعض الاختصارات الشفت بيخليها تتحرك في ريه اه يعني عكس الحالي اه شوف محمد شوف محمد محمد بيقولي كيه في بعض الاختصارات لما هو اصلا محافظة على الابعاد لان المفهود ان انت تقفز على الابعاد لما انت بتضغط الشفت بيعكستك الموضوع هتبالك محمد كده بيقولي كيه يعني انت شدي وسحبي كده عندك على طوق هتلاقي بحافظ لك على الابعاد الشفت بقى يخليه بيتحرك حر حر معك وصلت معك كده عندي يا ايا مش مواندس لما انا جيت بحرك الحاجات يعني خلصت وبحرك الحاجات بيجيب لي لون فوشيا كده وكاتب لي ان هو الابعاد اه لا ده اللي انت بتعمليه لما بتحرك الابعاد كده بتلاقي فيه خطوط بتطلع لك اللي هي المحاذاة المحاذاة كده عندي في بزرعة الجديدة زي حضر ده كده بس انا عندي بقى فيها اه ايوة اورنج وفوشيا وبتاعك كان كل اللي هو بيعرفك ان الشكل وصل لنص الصفحة محاذي على الشكل اللي قدامه اتحرك كم سنتي كويس كل ده بس بضيائها منين لا 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 خليها دي افادة ليك انت عضيائها ليه لدي افادة ليك كده عندي اصلا هي ما كانتش موجودة قبل ما انا لعب في الحجام عادي 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 تمام كويس بص معاك كده عندي يا سادس تعال دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه تعال دلوقتي كده مع بعض يبانا كده عندي قادي كده عندي كنترول وتي اهوت ابتريت كده كبرته ايه كبرت وشغلت الشكل لو ضغطت كبرت وشغلت من منتصف والدنيا جميلة كده معاك طيب بص يا سادس انا ممكن اكبر وصغر تاني خلاص احنا عرفت التكبير والتصغير كده عن دوت انت ممكن تصغر وتكبر من هنا على فكرة من هنا ادي الويتس وادل هايت تعال كده في الويتس نوع شايفين لما بقف على حرف الدابلي الموز بتحرك حرف ايد ايد وساهمين كده عن دوت شدي وحرك شوفوا انا بموت انا بموت وكده عن دوت انا بكبر بموت الشكل بصغر الشكل كده انا بحرك كده عني في التجاه السالب كده بصغر الشكل ويس انا ممكن ابتدى حرك من هنا طب لو عايز احرك الطول والعرض مع بعض شايفيني السلسلة ده اربطوا السلسلة دي ما بين الطول والعرض حرك الويتس عيتحرك الهايت كيانك لغة شفت بالضبط شيل او شلك كده عن دوت السلسلة ده السلسلة ده ايه انا كده دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه اه شديته وسحبت كده عن دوت ايه عشان السلسلة دي كده عندي ايه مضغوطة كده عن دوت شوفوا لما شديته سحبت اه حتى لو من غير ضغط شفت حتى لو من غير مضغط شفت كده عن دوت من غير مضغط شفت من غير مضغط شفت لما هي بقى اللي كانت تسألني من شوية هي عتلاقي السلسلة داية عندها مربوط السلسلة داية عندها مربوط لما تضغط شفت الاختصار بيشيل بيشيل بيفك السلسلة دي فعشان كده الدنيا عندها بضبوط. عدت لها السلسلة ده الافتراضي في الازدار اللي هي فيه مربوطة. اه لو انا شلتها كده اتفكت. كده مربوطة كده اتفكت كده اهي. يبقى ده الويتس واده ايه? ادي الويتس واده الهايت. طيب جميلة. طب تعال دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه? طب تعال دلوقتي كده مع بعض عندك التالي. وبعد ما خلصت حكتك تكبير وتصغير اضغط علامة الصح اللي فيه دا. طب لو ضغطت على علامة دي لو انت كبرت. كبرت. ولفيت الشكل بتاعك. طب انا عايز الفل الشكل بتاعي. بص بص به전에. thing that's not good. اكت professional it's كده عندي اهو? شايفين الماوس عامل ازاد? بميل. ولف. انت كده بتلعب في الانجل بتاع ni? بتاع الشكل. الانجل. الانجل بتاع الشكل كده. الانجل بتاع الشكل. الي كده بقى لعف الانجل شكل. بالعب في الانجلي بتاع الشكل كده. عهد. زيبان كده بلعب في الانجلي بتاعة الشكل كده عند اوت بلعب فيه. في الزاوية بتاع درجح اصفر تاني. لرجع تاني كده عندي اوت مستقيم. طب ممكن اعمل هيه تاني? شايفين كده عندي? بصوا معي كده عندي. انا بكده بعمل حياة اسمها للشكل. بعملوا كده حياة منظور كده عن دوت. محركوا كده عندي ايه? بنيموا على الارض. بص كده معي هاتي الفيرتكل. افردوا على الارض كده عن دوت. كده عن دوت. تعال اسكيو. بص كده معي اهو. انا بعمل اسكيو للشكل. ده كده اسكيو للشكل كده عن دوت. طيب ليه اختصالات ليه اختصالات طبعا. سفر. سفر. بصوا مع بعدي كده عندي. يبقى ده الروتيت. الروتيت كده عن دوت. وده كده عندي حاس مال اسكيو. طب الاسكيو ده بنعملوه ازاي كده عندي? بنعملوه ازاي? بص يا سيد. الاسكيو ده لو انت مسكت الدلع ده. الدلع ده. شايفين الدلع ده? ثانية يا احدى. اهو بصوا اهو انا بحرك كده عندي ايه. بحرك النقطة دي كده عندي ايه. وحرك النقطة دي كده عندي. يعني يمتي شكلها عارضي كده عندي. بصوا انا بلع في الاسكيو كده عندي. بلع في الاتش كده عندي. بلع فيه. بالكنترول كده عن دوت. طب اهو. في الشكل بتاعك حركوا شمال وحركوا يميين. تفردوا على الارض براحتك كده عن دوت. طب. بالكنترول بالكنترول واضغط على الاركان بتاعت الشكل ايه؟ حركك. شوف انا مسكت الدلع كاملة. مالف الدلع كاملة. دي العب. دي العبوة كده عندي. اهو. بحرك الدلع بتاع بيل كده عندي. طب بوسط الدنيا اضغط على ده يرجع لك الشكل تاني زي ما كان. ارفض التعديلات اللي انت عملتها كلها. يبقى كنترولتي ترانسفورم. اسمه ترانسفورم. اشان كده عندي. او هنا كده عندي ايه? قمة ترانسفورم اللي انت عملته. يقباله. يقباله كده عنده. يبقى انا كده عرفت كده عندي حتة كنين الترانسفورم. يكبر يصغر يعمل روتيت. يكبر يصغر يعمل روتيت. يبقى دي صاحبتنا. يبقى كده عندي هوت. قبلت. يبقى كده عندي المفتول. جروب. وبتعمل لنا شو ترانسفورم. اللي هي اختصارها كنترولتي. طب بتعمل ايه تاني كده عندي المفتول كده عندي. بتعمل ايه تاني كده عندي المفتول. بص يا ست. المفتول كده عندي. بتعمل تاني محازال الاشكال. محازال الاشكال او محازال الاشكال. لما يكون عندك أكتر من شكل الليارات كده عنده بص يا ست امسك التلات الليارات كده عندي بالشفت هو من الشكل اللي على اليسار خالص الأحمر ولا الأزرق ولا الأغدر العليسار من الشكل اللي على اليسار اللي على الشمال كده عندي من أكتر واحد على الشمال من أبعد واحد يمنى الشمال اليسار كده عندي الأحمر الأحمر كده عندي الأحمر أكتر واحد أكتر واحد كده عنده هو طيب بصوا مع بعض كده عندي يا سبس شايفيني لما مساكت أكتر من اللير مع بعض الأيكونات ديتش اتنشط اللير بتاعت المحازن بصوا دي محازن اليسار يعني معناها من اللازرق واللغضر عيروحوا للأحمر كنت روزد رجعت في قتاني طب دي محازن المنتصف يعني الأشكال كلها هتتحرك كده ويقفوا في النص محازن المنتصف دي محازن اللي مين يعني معناها أن الأزرق والأحمر عيروحوا للأغضر يحازوا للأغضر الأطراف بتاعتهم كلها على خط واحد كنترول زد محازن الأعلى يعني اللأغضر والأحمر عيطلعوا للأزرق محازن المنتصف يعني معناها أنهم عينزلوا كده يتقابلوا أفك كده عنده محازن المنتصف محازن للأسفل يعني الأزرق والأغضر هم العينزلوا بتاعت للأحمر دي المحازن يبقى دي المحازن دي المحازن كده عنده يبقى دي كده عندي المحازن يبقى كده عندي بتستخدم أداة المفتول لعمل محازن ما بين مين لعمل تستخدم أداة المفتول لعمل محازن بين اللير محتويات اللير كده عندي طب بتستخدم المفتول كده عندي فئي تاني بتستخدم المفتول لعمل فئي تاني بصوا معنا تعالى نصغرهم شوية كنت ردي عشان يبانوا طيب هل المسافة المسافة اللي ما بين الدائرة والأحمر والأزرق والأحمر الأغضر والمربع والأحمر كده عندي المسافات هنا متساوية المسافات اللي ما بين التلاتة دول متساوية هل المسافات متساوية يا تاتزة أولا لأ لأ طبعا المسافات مش متساوية طب عايز أخلي المسافات متساوية أعلملي على التلاتة يا رب بتوع شايفين العلامة دي العلامات دي 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 العلامات اللي هي كده عندي ايه? العلامات يعني معناها كده عندي ايه? من اعلى نقطة. من اعلى نقطة. وزع المسافات كده عندي على اشكال. بص كده معي. حرك ده في النص كده عن ده. حرك في النص حرك في النص. بص تعالي كده مع بعض. عندي برضو نفس الفكاية كده عن ده. طيب. ديستربيوت. ديستربيوت. بوتم ايج. هيزبط نفسه على على اسفل نقطة. طيب جميع. طيب تعالي دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه? طيب ده كده عندي هنا اهو. هنا اهو. هل المسافة دلوقتي كده عندي ما بين الاخدر والازرق ده? نفس المسافة اللي ما بين كده عندي. اللي ما بين الازرق والاحمر? لأ طبعا. علمني عالتلات اللي هي planting. اللي هم ضليم. ديستيربيوت كويس مبت ات ج؟ طيب. رح جاي من هنا وقيس المسافة واقف في النص بالظبط. ديستربيوت رائت ات ج، رح قايس المسافة من هنا لغاية لغاية هنا ورح واقف في النص بالظبط. ديستربيوت سنتر. رح جاي في النص بالظبط المسافة ومضبط نفسه. إبداد ديستربيوت. الديستربيوت كده سي هستفيد منها في كده عندي. لما يكون عندك اشكال كتيرة وعايز تخليهم مترتيبين مع بعض بص كده مع بعض. عدي لك عدي لك شكل. انا وقي في الدايرة كده عندому. الدايرة كده عندهين. ثانية يا احدى. انا عندي اربع دواير كده عندوموا مسكت ال اربع دواير. انا لسه هقولك انا عملت подهي سكت الariبع دواير. مسكت الاربع وزبطها ما بينك. كنت انت عشان تقعد تزبط الحتة ديه? كنت تقعد خمسين سنة عشان تقعد تزبطها. بان كده عندي كده عند اوة بتزبط لك الدنيا كده عندي. طيب. ايه تاني بقى من استخدامات الموف تول? الموف تول تاني بتستخدم في ايه يا بشوان ديس? كويس? يبا الموف تول كده عندي. بتستخدم كده عندي. فعمل نسخ من من اللي ازاي كده عندي? شايف المشلس ده انا عايز اعمل منه النسخ. اضغط alt alt. شايفين لما ضغطت alt بقى المسلس تصفر بقى جميع مسلس ابيض. صح? شدي وسحة. مسلس. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. مسلسات كده عند اوة. عايز اعمل اللي ازرق. مسلس. ازرق. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. للي اغضر. اهو نسخ. اهو. انا بعمل نسخ من اللي يارد كده عندي. اللي اختصرها كنترول وحرف الجي في الكيبورد. بس كنترول وحرف الجي في الكيبورد. كنترول وحرف الجي. هيعمل لك النسخ فوق بعضها. هاي. النسخ فوق بعضها كده عندك. كويس? يبقى دي كده عندي اداة المفتول والخصائص بتاعتها. والخصائص بتاعتها كده عندي. قولي امير. قولي امير. طيب ان شاء الله فاضل اديها على محاضرة يا دكتور النهاردة ان شاء الله. تلات داعي وبا خلصت كده امير النهاردة. تلات داعي. لان انا خلصت الاداة اللي انا عايز. طيب تمام. بكرا ان شاء الله هندخل على السلكت يا سادزة على طول. بكرا ان شاء الله هندخل على السلكت على طول يا سادزة ان شاء الله. ادوات السلكت عشان تعرفوا بقى تبع عندك صورة وتفرغها وتشيل الخلفية منها وتحرك وتكبر وتعمل الكلام ده كله. معلوش باش ماندسة احنا قلنا من من الكمبيوتر نفسه من انا عرفت الاداة لكن من ايه? عشان اعمل ايه? يعني ايه? يعني من على اه من على نفسه اعمل ازاي نسخ انا عرفت الاداة من على الكيبورد. اه من على الكيبورد. كنترول وحرف الجي في الكيبورد. اه لكن في الابليكيشن بقى? اضغط 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 واشد واسحب بالليير. اه. تمام. حط ايدي على الالت. بس يكون معلم على عشان الليير اللي انا اقف عليها يختارها واشد يسحب نسخة منها. اه. يبانتوا محتاجين بقى كده عندي يا سادزة. محتاجين كده بعد ما تخلص كده عندي ان شاء الله. بكرة كده لو انت فاضي. كراسة كده جميلة. وتقعد كده فاضي تماما. تماما. كويس. وتكتب الاخسارات دي وراي. والله العزيم الاخسارات دي هي اللي عاد خليك مصمم وتخليك تشتغل. تشتغل وانت في بيتك. في بيتك. لا تروف ولا تيجي ولا محتاج اي حية من حتى. والشغل الاونلاين دلوقتي انا بص اقول لكم حاجة. انا موهوم من كتر الشغل الاونلاين اللي بشوفه كل يوم دلوقتي. لان انا اشترقت اول مرة اشترك في جروبات جروبات جرافيك. وشفت شغل الاونلاين اللي موجود دلوقتي كده عندي على النبط. وانت في بيتك استاذ مخترم شغل في بيتك مية مية. ووظيفة معلمين. وانت في بيت. طيب. الحمد لله. كده خلصنا النهاردة المفطول. كويس انا رادة اللي احنا خدناها على فكرة. احنا خدنا النهاردة كمية معلومات كتيرة جديدة. محتاجة انها تتضيط. محتاج ان انت تقعد مع نفسك تسمحها مرة تانية. على فكرة المعلومات كلها جديدة. تقعد بالقراصة بتاعتك. بالمجنس كافيه بتاعك. وتعيش حياتك. واحدة واحدة الرجل ده بيقول ايه. عشان بعد كده هتلاقييني بقول الحياة التانية اجدد. كل يوم اجدد. خلاص احنا دخلنا في البرنامج. دخلنا من الاخر في التقيل بتاع البرنامج كده عندي. ويا ريت. يا ريت طلب بقى كده طلب منكم يمين. وانتوا بتسمعوا الفيديوهات. يعني تدخل لي كده عندي لايك وشير كده عندي ايه? عشان توصل الفيديوهات دي لأكبر عدد من الناس. ما توقف عشان حضرتك لو سمعت. يا باش مهندس. قل لي. في نهاية الدورة ان شاء الله احنا منتظرين احنا اجتمع بحضرتك. ويبقى في حفلة حلوة كده ان شاء الله مشروع تخرج. حبيبي هنعمل اللي انت عايزه كله. من هنايا الاتنين. نعمل اللي انت عايزه كله ولا لازيك. هنعمل مشروع تخرج عندي زي الناس تانية. بصوا انا شغال معكم بجد كاني مع ناس من اللي هي كانت بتدرس معايا تابع وزارة الاتصالات. كويس. وكانوا بيطلعوا ياخدوا شهادة ومشروع تخرج. وحوريكم الحفلات بتاعتكم. والصور التخرج والدينة. انا شغال معاكم بنفس كأنكو بالزبط الطلبة بتاعتك. ربنا يا سيد ان شاء الله. ونلتقي بحضرك ان شاء الله على خير. ان شاء الله. في نهاية الكورس ان شاء الله ويبقى في احتفالية حلوة. حبيبي يا امين. ونكرم حضرتك فيها ان شاء الله. ربنا يخليك الكرم كله ان انت ان انت بس تتعلم بس وفلاص يا امين. ده اللي انا محتاجه بس. انا بنتمنى واكد كل الزملاء اللي حاضرين بيتمنوا كده. ويا فرصة عمل كويسة وان شاء الله يكون مصدر دخلي. ربنا يخليك ان شاء الله للنس كلها ان شاء الله. حبيبي يا بارسين. الحمد الله خلاص محضرة النهاردة. اشوفك على خير كده عندي ان شاء الله كده عندي الاسبوع الكده عندي بكرة ان شاء الله ما هاتكملت ايه ما هاتكملت في المحاضرة. ساعة تسعة. ساعة تسعة ان شاء الله يا امين. ساعة تسعة ان شاء الله. ان شاء الله. شكر يا بشوいきます. السلام عليكم. مع السلامة شكرا للمشاهدة